أسهل و ألد وجبة ممكن تحضرها بدون لحوم بدون طونا بدون أي حاجة كدجيب بنينة غنية مصوصية بنينة بزافة لبنات غجربوها غادي تعجبكم وما في هاشي مكونات الكتير مكونات كاملين في الدار ديالكم إن شاء الله يلا نتابع معي الطريقة رها السهلة مهلا خفيف دريف هنا خدي تكثر ونغلي نصاوب واحد لاصوس كدجيب بنينة بزافة لبنات هاد لاصوس قدروا تعزمدوها حتى فليبات تحته كدجي رائعة خديت نصف الفلاخ ضراء شوية الفلاخ احمراء واحد البصلة صغيرة وحبه ديال الطماطم غسلتهم مزيان وقطعتهم غيها كعشوائي ردرتهم في كاسرونة غادي ندير عليهم شوية ديال الماء وغادي نردهم على النار يتبخوا واحد خمسة دقايق مع شوية ديال الملحة بهذا الشكل هذا من جيها غادي ناخدو ميقلات قطعت فيها بصلة كراكو تشوفو غادي نحك فيها واحد زوج دروسة ديال التومة وغادي نحك فيها كدلك واحد الحبا ديال كورجيت ولا القرع الاخضر تقدروا تعددو حتى الجازر انا درت اليوم غير القرع الاخضر حكيتو في الحكاكة كيجي زوين البنت في هاد الوصفة غادي نشدهم زيد عليهم معلقة كبيرة ديال الزبدة ولا واحد جوج معلقة زيت اللي كان عندك الزبدة كتعطيهم بالناء اكتر وغادي نديهم على النار وغادي نقليهم او نشحرهم مزيان مزيان بهذا الطريقة حتى كيدبالوا هنا يا خليهم يدبالوا بالنسبة لهذا من اللي تبخوا خمسة دقايق قدي نشي نطحنهم في مولينيكس من اللي شحرتهم هاد المكونات مزيان غادي نضيف عليهم واحد جوج حبات منتع البطاطس اللي سلقتها في الماء والملح مقطعة مكعبات كيما راه واضح امامكم ومسلوقة في الماء والملح سلقة كاملة صفيتها وحطيتها مباشرة على ديك البصلة والتوم والكابوية اللي درها وغادي نخليها تشحر معاهم نزيد عليها واحد الملعقة ديال المعدنوس ونخلط كل شي تشحر مزيان مزيان واحد الوجبة اللي سهلة لبنات وكديل ديدة شحر مرة ما كيكونش عندنا دجاج ولا شي حاجة كان بكوشي وصفة تكون زوينة تبلتهم بالملح شوية ديال الفلفل اسود شوية ديال كوركم شوية ديال فلفل احمر شوية ديال سكين جبير شوية شوية ما هالتوابل وقدرتهم على ديك البطاطا وزيت واحد الملعقة ديال الدقيق وخلط كل شي مليح مليح من اللي يخلط كل شي غادي نضيف واحد الكاس صغير ديال الحليب هاد طريقة كتخلي هاد البطاطا كتجي كتتهبل كتجيب بنينة واعرة سافي غادي نخليها واحد جوج دقايقولة ثلاثة بما كتشرب هاد ليسوص كتولي عدنا واحد البطاطا بصوص خاطرة لديدة بزاف تاكلوها غيها كما تشبعوش بيها وصافي غادي نطفعليها بالنسبة لها ديك البصلة والفلفلة والطماطم اللي درناهم يطيبوا درتهم في كاسرونة بعد ما طحنتهم زيت عليهم ملعقة صغيرة معجون الطماطم وشوية ديال الكامون واليبزهر والفلفل احمر والملح لحسب الدوق وخليت تبخت لصوص حتى عقادة تولت خاطرة شديد ثانية اللي غادي ندخل الفران درت كيمياء ديال الصلصة اللي صاوبنا انا كنسميها الصلصة الحلوة الحقاش فعلا كتجي حلوة بديك الفلفلة وكل شي كتجي زوينة درت كيمياء ديال لصوص من اللي تحت وشديد قاعد ديال البطاطا اللي صاوبناها خويتها كاملة فوق لصوص ومبعدت شوية نتعلى صوص من الفوق بهاد الشكل هادا ودرت شوية ديال الجبن من الفوق ما كانش عندي بزاف فإلا كان عندك بزاف كتري انا كان عندي غشوية ما عليش رشيتو هاكا من الفوق وغادي ندخل هالفران في واحد ثلاثة دقائق هاكا زيت تعقاد لي تما تشرب لي مليح ويزيدك لفرماج من الفوق شوية يدوب صافي وها هي جاهزة الصينية ديالنا ما نحكي لكم شابنات الريحات العزوينة بزاف مكونات بسيطة مش ضروري دي ما ندخلو لوحو وما ندخلو وإلا كان عندك بغيت تزيدي على هاد الاوكلة تزيدي عليها تقدري تزيدي من الفوق هاكا قبل ما تديري لصوص تديري هاكا كفتا ولا شي حاجة هاتجي كزوينة انا بغيت نعطيكم شي حاجة اللي بسيطة واقتصادية وكتجي هائلة شوف كتاكلها هاكا بالخفز كتجي مصوصية وبنينة بزاف جربوا هات الاقتراح وقبلوا عليا شي حاجة خفيفة دريفة صلى الله فرصاكم ما تنسوا انش بلايكاتكم تعليقاتكم ببرتاج إلا لكا